انتبه معي شغل باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ورأس الثور وأعنى الذئاب والنعل القديمة وإطارات السيارات وبعض الخرق وبعض الكتابات والحوت والأسد نعم توضع على المنازل وعلى السيارات والحافر وخرق سوداء وعين الحسود لا تسود وعين الحسود فيها عود ويا داخل الدار صلي على النبي المختار عليه الصلاة والسلام عيون الناس صابتني ورب العرش نجاني اخواننا بعض الناس تسألوا هل انت مشرك يقول لا طيب هذا الذي تصنع امر عجب يوضع على البيوت على السيارات على الدواب رأس الثور أعنى الذئاب خرز زرقاء موجودة بكثرة كف خمسة وخميسة ومسك الخشب خشب يحميك من العين وحافر إطارات بعض الأشيار بعض الأشياء التي تخذ من البحر لرفع البلاء يعني بعد نزوله أو دفع قبل نزوله هذا أمر مهم جدا والله اخواننا واقع في كثير من الناس طيب إذن هذه الأمور التي ذكرنا هذه ليس فيها استثناء لا يمكن أن تعلق لا على الدواب ولا على الأولاد ولا على السيارات ولا على شيء نأتي لصاحب السيارة صاحب المنزل ولي الصغير إذا يعتقد أن رأس الثور هو المؤثر بذاته وهو الذي بدي جلب المنافع ودفع المنظار فهذا شرك أكبر وإذا يعتقد أنه سبف هذا شرك صغر وإذا كان جاهل يعلم كما في حديث عمران وإذا كان ليس لديه اعتقاد حال شبابنا اليوم هدان الله إياهم تجد يا رجل لو كان والله لو سبورة ممكن يعني تزيل ما عليها عليه رسومات ويعلق أشياء عجيب والله لماذا تضع هذه الشيء قال ما عندي أي اعتقاد يضع خيوط يضع كذا لماذا قال ما عندي أي اعتقاد نقول أنت بهذا مرتكب كبير من كبير الذنوب متشبه بالمشركين وتفتح باب شر على الناس إذا التعليق بأي شكل من الأشكال محرم إلا مثلا الشيخ يقول أنا أعلق على في سيارتي بعض الورود ما عندي فيها أشكال نعم دعاء السفر لا دعاء الركوب لا لماذا أنه يحفظ الدعاء قال ما أحفظ يقول ضع مثلا هذا الدعاء داخل مثلا الدرج ولا كذا نعم لماذا يعلق وكذا قال ضع مصحف سيارة الليكزيس ليش قال حتى ما تصدم طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دواب ولديه كذا وضعت مصاحف في سيارات وحصل لها ما حصل صحيح نعم لم يضع السلف والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن حتى نجعله حماية للسيارات وحماية للأولاد وكذا وفيه امتهان للقرآن والله أخواننا وأنه قد إذا كان على الولد شيء من القرآن قد يصيبه شيء من بول الغلام أو يدخل به للحمام طيب إذن عندنا هذه الأشياء هذه محرمة أما التمائم إذا كانت من القرآن فهي من الشرك إلا إذا كانت من القرآن فهي محرمة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والتمائم وكراهة السلف الكراهة عند السلف تحريم ومنه ابن مسعود رضي الله عنه وفيها فتح باب شر وفيها امتهان للقرآن انتهينا طيب إذن ذكرنا التعليق محرم والمعلق شرك كبر وشرك صغر وجاهل يعلم ليس لديه اعتقاد كبير من كبار الذنوب للتشب وفتح باب شر وذكرنا أن التمائم كلها من الشرك اللي إذا كانت من القرآن فهي محرمة لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقى والتمائم كراهة السلف والكراهة عند السلف تحريم ومنه ابن مسعود رضي الله عنه فتح باب شر وامتهان للقرآن والكراهة عند الاعة